حياكم الله المشاهدين الأكارم في الفقرة الطبية يعاني الأشخاص المصابون بالطراب القلق العام من شعور مستمر بالقلق والتوتر تجاه الأحداث والمشاكل اليومية بحيث تكون هذه الهواجس مرتبطة بمختلف المجالات والتي يشعر الآخرون حتى بالقلق إزاءها مثل توقعهم أن يصابهم أو أقاربهم بمرض خطيرة وأنهم قد يتعرضون لحادث ما إلا أن هذه المخاوف تكون لدى الأفراد الذين يعانون من الطراب القلق العام أكثر حدة بكثير من الأشخاص الآخرين إلى درجة تتأثر فيها الحياة اليومية بشدة طبيعي أن يشعر المرء بالقلق في حالة معينة يبقى أمرا طبيعيا قد يشعر مثلا من يعمل في شركة ما أنها تعاني من أزمة بالقلق خوفا من فقدان وظيفته غير أن الأشخاص الذين يعانون من الطراب القلق العام يكونون قلقون بشكل مفرط حتى في حالة عدم تواجد أي خطر معين بحيث أنهم بالكاد يتمكنون من السيطرة على هواجسهم أو يتعذر عليهم إطلاق القيام أو يتعذر عليهم عفوان إطلاقنا القيام بذلك إذن متابعين للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتورة ريمة الرواشدة مستشارة نفسية أهلا وسهلا بك دكتورة ريمة أهلا وسهلا بك دكتورة ريمة مرحبا منورنا موضوع القلق نتوقع أنه لا يوجد حد للأسف في هذه الأيام معاصر السرعة والتكنولوجيا والتطور ودخول حتى الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الكثير من الوظائف لا يشعر بالقلق فبداية دكتورة ما هو القلق ومتى نستطيع أن نطلق على الإنسان بأنه قلق يعطيك العافية وصباح الخير لكم وليجميع المشاهدين يا مرحبا فيك القلق شعور مش مريح للكل بيجي طبعا نتيجة أسباب يعني ممكن يكون قلق طبيعي مرتبط بحدث معين وممكن يكون طبعا إذا استمر فهو بشكل اضطرابه بشكل قلق يعني مزعج أكتر للشخص شعور بعدم الارتياح بالخوف بالتوتر إما بيكون مرتبط بسبب أو بيكون بشكل عام مش معروفة أسبابه الشخص اللي ممكن أنا أحكي عنه أنه وصل لمرحلة الاضطراب بالقلق هو إذا استمر هذا القلق لفترة مثلا لا ست شهور أو أكتر شكل إليه إعاقة باستمرارية بحياته بتأقلمه مع المجتمع اللي هو عايش فيه بإنجازه بدأ يعاني جسديا من أعراض معينة زي على سبيل المثال زي ممكن صداع ممكن طرابات معوية ممكن رجفان ممكن دوخة ممكن يبتوصل لدرجة الإغماء فهون لا هون يعني تجاوز حد القلق الطبيعي أصبح وصل لمرحلة شديدة وتجاوز الأسباب اللي قد تكون يعني موجبة للقلق لكن الشخص أنا ممكن أحكي عنه وصل لهذا الاضطراب لما بيكون هذا الشخص عم يقلق وعم يتوتر وعم بخاف من مواقف حياتية يومية لا تستوجب كل هاي ردة الفعل اللي ممكن يعاني منها جميل طب يقال أنه بعض الأشخاص قد يستمر عندهم القلق مثلا قد تكون يوميا أو حتى تستمر إلى ستة أشهر لكنها مصحوبة بعلامات إما مرضية جسديا أم نفسيا هل نستطيع القول بأنه إذا كانت مصحوبة بهذه العلامات هل يعتبر مرضا هل ذلك صحيح وإذا كان يعتبر مرضا متى يكون شديدا ويجب الانتباه منه هل زي ما حكيت لقبل شوي إذا تجاوزت المدة يعني خلينا إحنا مثلا نحكي أنه القلق الطبيعي ممكن طالب عنده امتحان يقلق يخاف يتوتر بينتهي بانتهاء السبب نقدم الامتحان ورجع للبيت انتهى الموضوع ممكن حدا عنده مقابلة عمال ممكن حدا عنده أي شيء ممكن هو عم يحرص على أنه يكون مثالي بهذا الشيء خلينا نتفق أنه أكثر الأسباب القلق اليومية هي سعينا أنه نكون مثاليين أنه نتقن أعمالنا بالشكل اللي يكون نحصل من خلاله على ثناء الآخرين أو نكون راضين عن أنفسنا لما بتزيد عندي أنا مدة القلق وبتجاوز عندي الست شهور وبتستمر بتترافق مع أعراض جسدية زي ما حكيت لك ممكن تكون إغماء ممكن تكون توتر ممكن تكون يعني أضطرابات معوية ممكن صداع ممكن ألم بالشد عضلي ممكن توصل لأمراض مزمنة هون هذا الإنسان دخل في مرحلة الاضطراب فبالتالي يستوجب مراجعة الأخصائي ويستوجب العلاج يمكن دكتور رف بما يتعلق موضوع الامتحانات وإحنا في فترة امتحانة الآن القلق يمكن مرات بيجينا من الأهالي اللي يضغطوا علينا من بداية السنة امتحانات ودراسة وتكون يمكن فترة لو ذاكرت ودرست فالآخر أنت بتجيب نتيجة كويسة طب بالنسبة بما أنه يعني عادة احنا بطبيعتنا كبشر من قلق يعني بالناس اللي عندهم قلق مرضي ما هي الأمور اللي بتساعد على تطور هذا القلق لديهم هلأ ممكن تكون أسباب وراثية ممكن تكون البيئة اللي بيعيش فيها الفرد هي يعني ممكن يكون لأبوين بيعانوا من التوتر فطبيعي انهم يربوا ابنائهم بطريقة القلق والتوتر ممكن تكون البيئة الطاردة للمشاكل الأسرية العنف المنزلي ممكن يكون اضطرابات في كيمياء المخ في النواقل العصبية اللي إلها علاقة بالسلوك إلها علاقة بالمزاج ممكن تكون تعاطي المخدرات ممكن يكون الكحول ممكن الخذلان الهجر الخيانة خيبات مستمرة ممكن يواجهها الإنسان طبيعي أنه يشعر بالقلق من يعني بنشوف وبتواصل معي أشخاص أو صبايا خايفين من بناء علاقات جديدة نتيجة الصدمات والخبرات السابقة التي تعرضوا إلها فطبيعي هذا الإنسان يشعر بهذا التوتر والخوف من بناء أي علاقات نتيجة الأحداث اللي تعرض إلها النمط التربوي المتبع داخل الأسرة النمط التسلطي النمط الإهمال اللي يمارس مع الأبناء طبيعي أنه يولد هذا النمط شخصيات تعاني من القلق والتوتر وعدم الثقة بالمحيط اللي بعيشوا فيه فهذه الأسباب كلها يعني ممكن يتوصل الإنسان لمرحلة القلق جميل طب خلينا نتكلم بشكل أكثر وشكل أوضح للمتابعين أنه مضاعفات القلق المرضي ماذا تكون؟ أولا على الفرد نفسه أو على الشخص نفسه ثانيا على المحيط المجتمع به إذا وصل الشخص لمرحلة الاضطراب القلق أول شيء حيعيق تأقلمه مع المجتمع اللي هو عايش فيه حيعيق تواصله حيعيق تقدمه وممكن يؤدي إلى أمراض جسدية مثل على سبيل المثال نتيجة التسارع التنفس ممكن يؤدي إلى الإغماء ممكن أنه ضعف عام ممكن يؤدي إلى أمراض القلب نتيجة اضطراب في ضربات القلب فبالتالي يؤدي إلى تضيق بالشرائين وبالتالي يؤدي إلى أمراض القلب ممكن أمراض مزمنة ممكن الاكتئاب ممكن يؤدي إلى يوصل الإنسان لدرجة عدم الإنجاز صعوبة بالتواصل مع الآخرين فهو مؤذي اجتماعيا وجسديا في نفس الوقت نعم طيب في دراسة عندي بتقول أنه يصاب نحو خمسة أشخاص من أصل مئة شخص عادة خلال حياتهم بالطراب القلق العام وتعادل نسبة النساء المصابات ضعف تقريبا ضعف نسبة الرجال فحاب بعرف لي السيدات يصابوا بالقلق أكثر من الرجال هلا بالنسبة للسيدات في عندك التغيرات الهرمونية نتيجة الحمل والولادة والعادة الشهرية فهذه التغيرات الهرمونية تؤدي إلى القلق واضطراب المزاج والتوتر عند السيدات أيضا السيدات هم على تواصل أكبر مع أبنائهم السيدات تفصيليات أكثر يعني بيهتموا بالتفاصيل بأدق التفاصيل وسعيهم للمثالية وسعيهم لأن يكون كل شيء بالطريقة التي تضمن لهم رضاء الآخرين ورضاء أنفسهم اهتمامهم بأدق التفاصيل بالنسبة لأبنائهم يعني تقديمهم الرعاية لأبنائهم يعني عيشهم رحضات نموهم مرضهم راحتهم فبالتالي السيدات بيكونوا أكثر توتروا أكثر قلق من الرجال الرجال بشكل عام عموميين وما بيعطوش التفاصيل الدقيقة اهتمام كبير لذلك هم أقل توتر طيب حلو نعم وتنساش التغيرات الهرمونية التي تحدث كثيرا تأثر على السوداء صحيح الله يعين كل السيدات نعم صحيح يأثر علينا كل شيء صراحة بالحياة بالطبع دكتورة خلينا نقول ما هي علاج المرض القلقي أو القلق المرضي قبل أن نتكلم عن العلاج كيف ممكن أنا أدارك أنه أصاب بمرض القلق أعطي كل شيء حقه ما فكرش كتير بالأشياء اللي ممكن تحصل بالغيب بالمجهول يعني احنا خلينا نتفق احنا كنا بنحكي قبل شوي عن السيدات احنا مجتمع شئنا أم أبينا مجتمع ذكوري فالسيدات بتعرضوا للضغط بتعرضوا لا للعنف أحيانا إلى آخره توقع الشيء السيء أحاول أني أنا أبعد تفكيري عن الشيء السيء ليش ليش بدي أفترض الأشياء السيئة هي اللي تحصل ليش ما أحط بهم خيلة الأشياء الإيجابية هذا في حالة أني أنا بدي أتجنب القلق أعمل ورقة وقلم تفصيل إيش الأشياء اللي أنا خايف منها طيب هاي هي الأشياء اللي أنا خايف منها إيش الأشياء اللي أنا بملكها الأشياء الإيجابية إيش النتائج المترتبة على خوفي تمام؟ أنا لو افترضت أشياء أن النتائج ستكون سيئة ما هي الأشياء المترتبة على النتائج السيئة؟ هو أضع حلول لما بكون أنا مستعدة بالحلول للظروف التي أنا خايفة منها تلقائياً سأكون هادية قبل أن أوصل لمرحلة الإضطراب إذا وصلت لمرحلة الإضطراب فطبيعي هون بدي أراجع أخصائي في العلاج الدواء اللي هو هيكون يعني هيوصف الطبيب طبعاً من مضادات الاكتئاب أو كما يرتقل الطبيب وعندنا العلاج السلوك المعرفي CBT اللي هو جلسات علاجية تعمل على تغيير تصحيح الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية فبدل ما أنظر النظرة السلبية للحدث اللي بيشغلني بنظر له بطريقة إيجابية وبكون متهيئة نفسياً لهذا الشيء ممكن لو شعر الإنسان بالقلق ممكن يلجأ إلى تمارين اليوغا الاسترخاء الرياضة أضع في مخيلتي أسمعي دكتورة أنه في ناس ممكن قد يعملوا جميع النقاط اللي أنت ذكرتها الاسترخاء وما إلى ذلك وحتى كمان تمارين الرياضة لكن مش ممكن أنهم يخرجوا من الدائرة اللي هي تفكير سلبي وقلق ومن المستقبل واش ممكن يحصل واش ما ممكن يحصل حاول أنه يعمل كل النقاط اللي أنت ذكرتها بس بدون أي فايدة هون بيستلزم منه أنه يراجع أخصائل هون إذا كان بيعمل كل هاي الأشياء وما عم تعطي معه نتيجة هو دخل في مرحلة الإضطراب صار بحاجة لعلاج دوائي صار بحاجة لجلسات أمام مختص أنه راجع مختص وينعمل علاج سي بي تي اللي هي علاج المعرفي السلوكي فهو بحاجة لمساعدة شخص مختص هل بتتغير لفترة زمنية معينة أولا بتستمر معه خلص مدد الحياة إذا استمرت لا مش القلق مثلا العلاج اللي ممكن يتلقاه تستمر معه فترة العلاج وخلاص وبيرجع يفكر بأفكار إيجابية الفترة معينة أولا كمان بتستمر لا هو العلاج بياخد فترة معينة وبيرجع الإنسان بيتحسن وبعيش حياته الطبيعية لكن خلينا نتذكر أنه بحاجة مع العلاج الدوائي هو بحاجة لعلاج سلوكي بحيث يغير نمط حياته يغير نمط تفكيره زي ما حكيت لك قبل شوي أنه الكتابة الآن أنا لما الشخص بيكتب إيش الإيجابيات اللي بحياته إيش الأشياء اللي بيملكها وإيش الأشياء اللي خايف منها تمام؟ هاي الأشياء اللي خايف منها بضع إلها حلول إيجابياته سلوكة نعم إيش لو صادفتني هاي المشكلة إيش الحلول المترتبة إيش اللي أنا هعمله بالمقابل فتلقائيا مباشرة مع تمارين الاسترخاء الرياضة محاولة الانخراط بالمجتمع ما ياخد جانب عدم البحث عن مسببات بالقلق المرضي بتلاقي إنه الشخص لو عنده أي عراض بيبحث مباشرة بيفتعى الجوجل يبحث عن ليش هذا الصداع على سبيل المثال شو أسبابه وممكن يوصل لأنه من أسباب الصداع أنه ورم على الدماغ وممكن صداع عادي ممكن شرب الماء يمكن عدم شرب الماء يسبب الصداع وصبب رئيسي نعم فممكن إرهاق إجهاد فرح يترك كل شيء ورح يبحث عن الورم اللي هو قرأ عنه فبالتالي عدم البحث عن مسببات الأشياء اللي ممكن هو ما تكون عنده فممكن تكون أعراض بسيطة بحثنا المستمر عن تفاصيل الأشياء اللي إحنا بنعاني منها وعدم لجوءنا لأصحاب الإختصاص هيزيد من قلقنا تماما فكرة أنه حتى يمكن حد يعرض نفسه على طبيب خصائي نفسي بتكون مساعدة جدا فيما يتعلق موضوع العلاج المعرفة السلوكي حتى ننتقل إلى العلاج الدوائي والنواق العصبية والسيروتونين وعملها وظائفها بشكل صحيح يعطيك ألف عافية المستشارة النفسية الدكتورة ريم الرواشدة شكرا جزيلا لك الله يخليك هو بس أنه أنا حبيت أحكي أنه خلينا نتذكر قبل أي شيء أنه المستقبل اللي إحنا الآن عايشين فيه هو كان أو الحاضر اللي إحنا عايشين فيه كان مستقبل لماضي مجهول ما بنعرفه إحنا عايشينه ومشي الحال والمخاوف وجدنا إنها ملهاش أي أساس تجاوزناها من الأساس نعم يمكن نقطة أنه أنت تشوف أي شممكن أسوأ حاجة بتحصل بتشتغل عليها بتحط إيجابياتها وسلبياتها لأسوأ حاجة بتلاقي في الآخر مدنية كلها طبعا بتلاقيها مرت ومشعرتش فيها تماما شكرا لك بسراريم يعطيكم العافية شكرا لكم